مازانا في نفس الموضوع مع خلول الموسم الصيفي والسياحي تتزيد التساولات من قبل المواطنين بشأن استعدادات وزارة الجماعات المحلية والبيئة لينجاح الموسم هذا بيئيا وأهم الإجراءات التي تخذتها في هذا الغرض عفوا تابعوا مع بعضنا كثيرة هي التحديات التي تنتظر وزارة الجماعات المحلية والبيئة استعدادة للموسم الصيفي والسياحي هذا العام فمن المرتقب أن يشرع الميات من المواطنين بداية من نهر لحد 21 مائة 2017 في تنظيف 20 شطأ بمختلف المناطق الساحلية في حملة مواطنية تشارك فئة 40 جماعية بيئة إلى جنب الكشفة التنسية في بادرة من وزارة البيئة تحدا آخر ينتظر وزارة البيئة وهو أزمة تكثر النموس تزامنا مع فترة الصيف اللي ما زالت تثير مخاوف المواطنين رغم أعلان الوزارة أنها شكلت لجنة لمقاومة النموس منذ شهر جامف الفارق تضم كل الوزارات والأطراف المعنية من بيئة وتجهيز داخلية وغيرها إلى جنب أحداث لجنة جهوية تحت إشراف الولاد لمتابعة هالمسألة وموافاة الوزارة بتقارير كل عشر أيام حول تقدم التدخلات تكدس الأوسيخ بالشوارع خاصة في الأحياء الشعبية إشكال قديم متجدد ما زال يؤرق فيها كبيرة من الشعب التونسي اللي فسروه بتراجع العمل للبلد وقلت الانضباط وهالأوسيخ ساهمت في تزايد معظلة تكاثر الحشرات أمام كل هالأشكاليات يبقى التساؤل متروحا كيفاش باش تنجح وزارة الجماعات المحلية والبيئة في تأمين الموسم الصيفي والسياحي بيئيا واشنوى الإجراءات الجديدة المختلفة على المواسم السابقة اللي اعتمدتها الوزارة وللحديث أكثر حول الموضوع يحضر معنا في الوستوديو سي شكري بنحسن كاتب الدولة للبيئة مرحب بيك سي شكري أهلا وسهلا ومرحب بيكم مرحب بكيف مشاهدي قناة نزمة عايشك إذن سي شكري باش نحكيه شوي على تحذيرات وزارة الجماعات المحلية والبيئة لإنجاح الموسم السياحي هذا والفصل الصيف وباش المواطنة تونسية كون مرتاح استعداد ذات وزارة شون محلية والبيئة كانت منذ أن تسلمت حكومة الوحدة الوطنية المهمتاحها ننطلق من هذا اليوم هذا اليوم نعقد مجلس الوزراء بشراف سيدة رئيس الحكومة ومن نقاط التي تم تداول المتاحها هو أنجاح الموسم السياحي وخاصة من جون بالنظافة والعناية البيئة والوضع الأمني باعتبار أنه نجهد في كل فترة الماضية تحسن كبير للوضع الأمني أيضا مؤشرات سياحية مؤشرات طيبة جدا نلاحظ أنه فم تطور أكثر من 30% عن موسم الفارط وعن السبع موسم الفارطة معانتها هذي لابد أن يكون كل الوزارات وفي مقدمتها وزارة شون محلية والبيئة على تم الاستعداد هذاك عليش معانتها تخذت الوزارة بطبيعة الحال مع كل بلديات الراجعة لها بالنظر وأيضا المجال السجهوية عديد الإجراءات اللي نقول أهمها أنه في مجال النظافة والعناية بالبيئة معانتها كل بلديات قامت بصفقات بتاعها سواء بإمكانياتها الذاتية أو اللي عندها البلديات اللي عندها نقص تدخل وزارة شون محلية والبيئة باش تقدم لها دعم باعتبار أن البلديات غير قادرة على رفع كل الفضلات بجسمة 100% بتنجم ترفع على 80% الفارق المتمثل في 20% تقوم وزارة شون محلية والبيئة بتوفير ذلك الفارق أيضا فما سفقات أخرى للتعلق بالكنس الإيري والكنس اليدوي نعرف أنه في كل مداخل المدن وخاصة أيضا مناطق السياحية اللحظة أنه فيما كميات لا بأس بها من الأثر بل لابد أنه تدخل فيها واستفقات هذه مش تنتلق خلال آخر الشهر وبداية شهر جوان أيضا لوزارة خاصة تعتمد التهام إلى جانب الامكانيات الذاتية بتاع البلديات لتنظيف الشواطة السنة الفارق تم تقسيس 700 ألف دينار لكن تبين أنه 700 ألف دينار غير كافية لذلك تم الترفيع في المبلغ هذية بأربع مرات أصبحت الكلفة حوالي 2.5 مليون دينار وانطلقنا في عملية تنظيف وغربلت رمال الشواطة في كامل الشريط الساحلي بداية من يوم 15 ماي والعملية متواصلة ويوم الأحد عنا حملة كبرى أيضا لتنظيف كل الشواطة بمساهمة كل المنظمات والجمعيات وكل مكونات المجتمع المدني الحملة هي أطلقنا عليها تسميت نحب وشطنا يكون مرأة معانت إن شاء الله تكون شطوطنا نظيفة باش نوفروا كل الظروف الملائمة سوى للسياح سوى الوافدين على التونس وخاصة أنه استرجعنا الأسواق التقليدية الأوروبية خاصة وأيضا الشقاءنا في ليبيا والجزائر هذاك عليش معانت لابد أن تكون لستعدادات حثيثة سي شكري مواصلين في نفس الموضوع وحبيت نعرف توقيتكم الفصل الصيف خاصة أن الناس اللي كل تتشكى من الوشويشة والنموس المعضلة الكبيرة والهيجز الكبير ولا متعلم هو بالضبط هي معانت الظهرة هذه موجودة باعتبار أنه ترجع لعدة عوامل موجودة بكثرة لكن الحدلين مع النشطة تشيكيات كبيرة باعتبار أنه العملية باش نقومها بالضبط هي العملية باش نقوم بمقاومتها بصورة جذرية لابد أن يتم عملية مدويات خلال شهر مارس وخلال شهر أفريل معانتنا نقوم بكل عمليات المدويات اللازمة العملية هذه تقوم بها اللجانة الجهوية عن طريق البلديات وأيضا السادة الولايات مشكورين أن يتقوم بالتدخل بعملية المدويات عندما تكون مخافر إيجابية لكن وزارة شون المحلية والبيئة أيضا تتدخل بإمكانيات كبرى وخاصة تعتمد على الطائرة معانتنا المدويات عن طريق الطائرة كلما استدعت جهة أنهم تدخلوا فيها بالطائرة معانتنا تدخلوا عن طريق وكالة الخدمات البلدية هذا في جانب وأيضا الجانب اللي يهم أقليم تونس العاصمة هو سبخة السجومي اللي قمنا بذخ ما يقارب 30 مليون متر مكعب بعد إبار أنه في فصل شتاء معانتنا نزلت كميات هامة من الأمطار هذاك عليش معانتنا تدخلنا ودخنا كميات هامة من المياه والوضعية فيها موجود بعض الإشكاليات وبعض الصعوبات لكن الوضعية معانتها تبدو إن شاء الله يكون فيزها فصل منتياز وإننا اقتضت الضرورة أنه باش نعودوا ندخلوا بالطائرة أو بالإمكانيات تعوزارة الشؤون المحلية أحنا موجودين باش ندخلوا وقاعدين نتابعوا فما لجنة وطنية اللي مكافحة حشرات إلى جانب أنه وجود فما لجنة جهوية على مستوى كل ولاية واللجنة هذه تتركب من خصائيين من وزارة الصحة من وزارة الفلاحة هذه اللي تكونت عامة 2015؟ لا اللجنة هذه موجودة منذ القدم لكن لابد من التفعيل انتاحها وعقد جلساتها والأهم من جلسات هو القيام بالمعاينات الميدانية اللازمة معانتها فينا نلاحظوا أنه فما نقاط إيجابية لابد أن ندخلوا فيها نسميهم جيد بوزيتيفة ذلك عليش معانتها العملية متواصلة معانتها بصورة دورية وبصورة يومية واخر زيارة مثل بعض الجيات اللي قمنا بزيارتهم خلال الأيام الفارطة كما ولاية المونستير كما ولاية نابل كما ولاية النوبة كما أكريم تونس وكل ولاية الجمهورية نقتضر الضرورة باش ندخلوا بالوسال اللي متوفرة في وزارة الشؤون المحلية والبيئة راح ندخلوا فما حتى إشكال بالتنسيق طبعا مع السادة الولاد واضح سي شكري أنتما كونتوا لجنة منذ جنوبي لفيت معناها تتكتف جهودها مع كل الأطراف المعنية مع وزارة السياحة وتوعنا بالنظافة وبالبيئة وين وصلتها شغال اللجنة اللجنة قاعدة تقوم بالعمل المتاحة معانتها بصورة دورية إلى جانب العمل اللي تقوم به كل بلديات الجمهورية ونعرف أن وضعية البلديات عندها ستة أو سبع سنوات في وضعية نيابة خصوصية في انتظار الاستعداد الانتخابات البلدية وإجراء الانتخابات البلدية خلال شهر ديستامبر 2017 معانتها البلديات دور الوزارة شنوه هو متابعة عمل البلديات هو التدخل بالإمكانيات سواء كانت مادية أو بالمتابعة والمراقبة للبلديات هذه باش تتقوم بكل ما يلزم لإنجاح عمل هذه اللجنة إلى جانب ذلك معانتها قاعدين ندخلوا عن طريق الوكالة الوطنية لتصرف النفايات وقاعدين نقوموا بإنجاز مركز تحويل خاصة أنه معانتها فما من 2010 إلى حدود 2016 معانتها ما تم إنجاز حتى مركز تحويل قاعدين نقوموا في مركز تحويل أيضا قاعدين المصابات الجهوية المراقبة قاعدين معانتها نتابعوا فهم وندخلوا فهم الوضعية البيئية تحسنت لكن ما هيش كما مأمول منها وما هيش كما ترى بحكومة الوحدة الوطنية باش تكون الوضعية البيئة لكن تحسن رغم أنه إيجابي في خطوات تصعودية لكن يبقى بالنسبة لنا أنه لابد من مزيد تدخل لابد من مزيد العمل باش الوضع البيئي يرجع على أفضل وأحسن صورة باش المواطن معانت المواطن هو بدي يحس به بدي يشعر به إلى جانب أنه فما إجراء أخرى لقاعدين معانتها إن شاء الله معانتها نقوموا بها وهذه تأتي في طار الاستعداد للموسم الصيفي أنه تم اقتناء 30 ألف حاوية وإن شاء الله معانتها بداية الأسبوع القادم نبدأ في عملية توزيع هذاك علش معانتها السؤال المربوط بالشرطة البيئية علش ما انطلقت الشرطة البيئية باعتبار أنه نقوموا بضبط هذا على أساس أنه لابد نوفر لها كل الظروف الملائمة نحن جاهزين من نسبة 100% لشكال الوحيد أنه بمجرد أن نقوموا بتوزيع الحاويات ينطلق عمال الشرطة البيئية على الميدان وهذا معانتها راجع باش من خلفوش المواطن مثلا المخالف تلقاء الفضلات في الطريق العام لابد أن نوفره للمواطن المكان اللي يلقى فيه الفضلات هذك علش معانتها قاعدة مرتبطة ووقتيش معانتها في شدة تفعيله خلال الأيام القادمة بكل يأتي في طار الاستعداد للموسم الصيفي جاهزين نحزا بالنسبة 100% مش تكون موجودة الشرطة البيئية تقريب في 70 بلدية اللي هما مراكز الولايات والبلدية الكبرى ثم تم عملية تقييم العمل لجهاز الشرطة البيئية إثر ذلك يتم تعميمه على 350 بلدية معانتها جيبهم الدستور بعد ما كانوا 264 بلدية اليوم أصبحوا 350 بلدية شرطة البيئية دي مش في بعض الأحيان مش تكون بالاستعانة مش تخدم بالاستعانة مع القوى العامة ماذا بيالو كانت تعطيناها كفكرة هو كأي جهاز وأي هيكل معانتها يقوم بالمهام الإدارية متاعه في صورة أنه يلقى صعوبات يتعرض لأعتذاءات وما إلى ذلك معانتها ككل الأجهزة معانتها فهمت تنسيقتين مع وزارة الداخلية على أساس أنه كل مواطن ولا كل هيكل يقوم بالعمل كل موظف أو كل هيكل يقوم بالعمل متاعه يتعرض لصعوبات معانتها من نجم كان يستنجد بالقوى العامة وهذه معانتها اللحظوه مثلا في مراقب الأسعار في مراقب الصحة وغيرها من كل هيكل أخرى المعانتها في صورة موجود أشكاليات وصعوبات على الميدان أنه يلتج إلى الاستعانة بالقوى العامة سي شكري نرجع بك شوي على البوليميكي لخلقتها الشرطة البيئية أو المشكل مع الشرطة البلدية في وزارة الداخلية هو مفهمة حتى أشكال الشرطة البلدية هي صحية تعمل في تنسيق تام مع البلديات لكن نرجع نظر الشرطة البلدية وزارة الداخلية لإدارة العامة الأمل العمومي في حين أن الشرطة البيئية هي مرجع نظر البلديات وهذه معانتها أحنا بينا نوفره في الهياكل الملائمة للسادة رؤساء البلديات خاصة أن نحن على بواب الانتخابات باش نوفروا لهم الهياكل التنفيذية متاحهم معانتها نفهم حتى أشكال كل الشرطة البيئية جات باش تتطبق القانون عدد 30 موارخ في 5 أفريل 2016 القانون هذا يفيه عديد مخالفات وخرج الأمر التوضيحي متاعه معانتها مش تتطبق المجال هذا في حين الشرطة البلدية تواصلت تقوم بالعمل المنوط بعهدتها اللي هو معانتها تأمين تنفيذ القرارات والتأمين عملية الانتصاب الفوضوي البناء الفوضوي وغيرها من مسائل النص على القانون ولا موكولة قانون للشرطة البلدية واضح سي شكري خلينا مثلش موضوع حكينا فيه ونعود جسد نذكر به حماية الشواطئ والحملة اللي بش تصير نهار 21 مي واللي حكينا فيها وبش تضم 18 شاطئ ميسلش نعود المعلومة خلي المواطن يسمعوا ويفهمهم بيها هي الحملة مش تنتلق يوم لحد في كامل شطورنا بالتنسيق مع كل المنظمات اللي تحتني بشأن البي مع كل المنظمات الوطنية الكشافة تونسية المصعف والجوالات وغيرها من خاصة الجمعيات البيئية هذه مش تكون باش المواطن والجمعيات وكل أطراف تسام في نظافة شطورنا نحب المواطن وقت يمشي للشطور معناتها يقل ما كان ينزل فيه ويقل الشطور ننظيفها هذه كما قلت متزامنا مع العملية اللي انطلقت يوم 15 ماي منذ تقريب 3 أو 4 أيام لتنظيف كامل شواطئ الجمهورية التونسية باعتمادات تقدر بحوالي 2.5 مليون دينار هذا إلى جانب الامكانيات هذه كان أيضا بالتنسيق مع وزارة السياحة باعتبار أنه العمل المشترك ما بين زوز وزارات وتم عقد ندوة صحفية في هذا المجال وتم تقديم كل إذاحات اللازمة وأيضا إلى جانب الامكانيات الذاتية الموجودة عن كل بلدية السياحية باعتبار أنه البلدية السياحية تتمتع بمنح وأيضا تتمتع بمشاريع من صندوق تنمية الأنشطة السياحية صندوق حماية المناطق السياحية اللي هو مشتركة فيه وزارة الشرون المحلية والبيئة وأيضا وزارة السياحة وصناعات تقليدية واضح سي شكري احنا مزلنا باش نحكيوه عن النيابات الخصوصية والاستعدادات لانتخابات البلدية القادمة مقبلها خلينا نواصلوا في نفس الموضوع ونمشيوا لبنجردين ومع اقتراب شهر رمضان المبارك وارتفاع درجات الحرارة تعيش مدينة بنجردين على حالة انتشار الفضلات في كل أنحاء المدينة بصفة أقل قتل المواطنين وعطات انتباع سلبي على المظهر العام للمدينة شوفهم بعضنا الفضلات هذه ترجع الى امكانيات البلدية من معدات وامكانيات بشرية على مستوى العمل على الأقل نحكي في مستوى العمل من 2011 ما تمتش حتى انتداب بل هو كل سنة يخرج معناها للتقاعد العمل بلدي بنجردين فيها قرابة المئة ألف ساكن فيها 45 عون من النظافة البشير وفع الفضلات نزيد ونحكي باقي على الفضلات الملقات في الشوارع الفضلات هذه ترجع باقي لنقص في الحويات لرفع الفضلات حويات رفع الفضلات نوجه النداء لسولات المسؤولة لظاهر أخي منتشرة في بنجردين برشا هي مصب الزبلة فالقسور الداخل هي قسور تراثية وناس تصب فيها في الزبلة بسراحة منظر غير لايق لو صاخ في خاصة في الصيف معناها ثم ناس للهجة من ديارها مش تسكن البرة على خاطر المسؤولين مهمش لاهين بالصحة متاع المواطن لاهين كان يتجاروا على الكراسي والبلدية تتجاركوا على الكراسي وخاصة الجاية انتخابات بلدية باش يزيد الوضع كارثي وإذا كانت تمشوا تعمل نظرة وراء الملعب المعاشب معلها تشوفوا وضع كارثي جدا إذن سي شكر هذه فرصة وصلوا صوتهم أهلية بنجردين والوضع الكارثي البيئي اللي تعيشوا لمدينة هذية شنو النجمون عملو لهم اليوم؟ بالنسبة للبلدية بنجردين معناتك بقية البلديات عندها الامكانيات الذاتية متاحة أحنا نشوفه إذا كان معناتك فما نقص في مستوى هو سمعت أنه فما نقص في مستوى الحويات أحنا بصدقتنا الحويات وطنعطيها نصيبها من الحويات كبقية بلدية بنجردين وكبقية البلديات إذا كان فما إشكال في مستوى التنظيم أو نقص في مستوى الامكانيات المادية كيف كيف الوزارة رأي على تم الاستعداد باش تتدخل وتعاون بلدية بنجردين لأن نكونونها كل الاحترام وكل الاحترام أيضا فما هو حكي على أساس أنه المسؤولين وما إلى ذلك هذاك علش مع أنت هي جات نيابة الخصية نيابة الخصية هي تتكون من رئيس نيابة الخصية له يكون معتمد المنطقة وبقية العضاء نيابة الخصية تركيبة نيابة الخصية اللي هم يتكونوا من إداريين ما معنى إداريين هم رؤساء الإدارات الجهوية أو الإدارات المحلية وبالتالي معانتها هذو ما تقريب معانتها قولي الأمر متع كل البلاسة وهما إداريين معانتها باش يوفروا أقصى ما يمكن من شروط الحياد باش يخليوا معانتها الإمكانية لكل من يرغب في الترشح لانتخابات البلدية أن يقوم بالترشح متاعه وبالتالي معانتها ان شاء الله بعد 2017 وبعد إجراء الانتخابات البلدية المواطنين يحاسبوا المنتخبين متاحهم وهذه الأساس اللي جات به المركزية تولي ديريكتو مو علاقة مباشرة من بين المواطن ومن بين المسؤول وأيضا تم ذكر الإمكانيات المادية نحب نقول أن الحكومة الوحدة الوطنية اقتنات من مقارب 55 مليون دينار 55 مليار معدات إلى كل بلديات الجمهورية تقريب تم توزيع نصف المعدات هذية والآن بسد توزيع الجزء الثاني وضيئتي في إطار دعم كل بلديات بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة واضح سي شكري خلينا نختم بالنقطة هذه ونربط في نفس الموضوع واستدادات الوزارة للانتخابات البلدية والاستحقاق الانتخابية القادم في سبتمبر إن شاء الله بالنسبة للانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر 2017 بالنسبة للإستعدادات وزارة الشرون المحلية والبيئة كانت بالتنسيق مع هيئة العليا وأيضا بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ونعقد مجلس ويزاري في الإطار هذه باعتبار أنه باب السابع من الدستور أتى بتعميم النظام البلدي بعدما كان عنا 264 بلدية اليوم عنا 350 بلدية وزارة الشرون المحلية والبيئة الآن بصدد تركيز 86 بلدية من حيث توفير المقارات وتقريب الكل تم توفير المقارات بتاعهم سواء كانوا مجالس قراوية ويعادة توظيفهم بلديات أو على وجه الكراع في انتظار أنه في المخططات الاستثمارية البلدية الجديدة مع أن يقوموا ببنائات جديدة أيضا تم تعيين نيابات خصوصية تقريب لـ 70 نيابة خصوصية مع أنت وزارة الشرون المحلية إن شاء الله مع نهاية شهر جوان تكون جاهزة في الجانب هذية بعدما أيضا تم تحديد لحدود الترابية للبلدية الجديدة مع أنت وزارة الشرون المحلية تمت الوجه بيت المحمول عليها إن شاء الله مع أنهاية شهر جوان تكونوا جاهزين على تم الجاهزية لإجراء الانتخابات البلدية تبقى بعض الجوانب اللي نعالجوها بصورة معانتها دورية اللي هي فما نقص بصورة دورية هي نقص في بعض الموارد البشرية بعض الاختصاصات اللي نقصة في البلدية الجديدة أحنا سواء تكون العملية أما بالانتداب الجديد أو بطريقة الإلحاقة والإدماج في البلدية في تلك البلدية المحرثة مع أنت بالنسبة للوزارة الشرون المحلية والبيئة على تم الاستعداد من الناحية من كل النواحي لتوفير الظروف الملامة للبلدية الجديدة لإجراء الانتخابات البلدية اللي إن شاء الله تكون في شهر ديسمبر 2017 إن شاء الله شكرا لك سي شكري بنحسن كتب الدولة للبيئة نوارتنا بحضور كل يوم شكرا لك على كل التفاصيل شكرا لك